بسم الله الرحمن الرحيم وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك نميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طون سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بعيوننا ورحينا فإذا جاء أمرنا وفاعدت النور فاسنق فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مضرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء آخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتوا وكنتم طوابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما تغادون إن هي إلا حياتنا الدنيا لموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبح المنادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعد للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرون الآخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسولنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى واخوه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لأنهم يحتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات طرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون علي وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فدرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نودهم به من مال وبنين نسالع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشتقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشعرون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا من ما وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يتلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عالمون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على آقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تحجرون أفلم يتدبروا القول أم جاهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق ويكثرهم للحق كارهون ولو اتبعوا الحق وهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط يباكبون ولو رحلناهم وكشفنا ما بهم من ضر لنجوا في قضياله يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكالوا لربهم وما يتضررون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبرسون وهو الذي أنشأ لكم السماوى والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرعكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله افتناف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا وإذا متنا وكنوا ما ترابا وعظابا أئما لمبعثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل لا فلا تلكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليهم كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأما تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان ما هو من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصكون عالم الغيب والشهادة فتعلى عما يشركون قل رب إما تري أني ما يعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإما على أن مريك ما نعذهم لقادرون إذ فعب التي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كرنة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ بالصور فما أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن فقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم المار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتنى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكما قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فيمعدنا فإما ظالمون قال اخسروا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير راحيم فاتخلتوهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب يغفر الرحم وأنت خير الراحمين